السلام عليكم ومرحبا بكم مرة اخرى في القناة دائما الهام شنال جزبا ان شاء الله تكونوا باخر والاخير تكونوا فرحانين تكونوا نشطين كل امور دي لكم زينة وفتمام عن جميع السيدات عن جميع الحبيبات المتسبعات الاغزالات الوفيات على القناة دي لي اكيد اكيد الهام شنال لاغصة دي اليوم ولا الوصلة دي لي من شاء الله وبإذنها ستكون وصفة مختصة بالتبييد وتحديد التبييد لجسم وتبييد المناطق الحساسة كنت اكترت لي تلبسوا مني وصفة تبييد الجسم بل كامل مش غير الوجه مش غير اليدين مش غير رجلين وتحت طلب العديد من الاخوات اللي بغوا لي هادلاغو السيد اللي هي اكيد كي ما سنقول لكم والله الحمد في المتناول دي الجميع مكونات بسيطة رخيصة ما تكون شغالية كي ما سنقوله حتى كي ما سنقوله على الجيب ولا على المصروف تكون يعني اشياء اللي هي في المتناول دينا فنتم نتعجبكم ونتم نتسافدوا منها يا ربي وراها كتبييد الجسم وتخلي في واحد لما عن واحد الاشتراقه وكتواحد لون وكتشد حتى البشرة ديال الوجه هو الجسم بسفة عم ما شغال الوجه فقبل ما مشون تعرفوا على مكوناتها وطريقة تحضيرها وطريقة استخدامها واستعمالها وتطبيقها وكل تفاصيل ديالها فبعدا نبين رح حبيكم انتو ومحبيباتي وكل من كتزورني وكل من كتشاهدني فالك انت اول مرة كتزورني ما تنسيش الضغطة على زر الاشتراك وايضا تفعلي زر الجرس تخلي لنا التعليقات ديالك الاقتراحات ديالك الاستفسارات ديالك شنو تبغي ان شاء الله تشوفه في الفيديوات المقبلة علياش تبغيني نهضر ليك ولا علياش تبغيني نتكلم لك في الفيديو الماجين خلي لي الاراء ديالك والتعليقات والاقتراحات ديالك اللي دائما ولله الحمدك يهموني وكما قلنا الى عجبك الفيديو ما تبغيش عليا باللايكات والاشتراك في القناة باش ان شاء الله يتوصلي بكل ما هو جديد لان الجديد الحمد لله كنزلكم يوميا تحت العديد من الاخوات اللي قالوا لي نزلي لنا الوصفات الطبيعية اكتر من فيديو في اليوم باش نستفدو من الوصفة باش نعرفوه الجديد في المجال ديال الوصفات الطبيعية ودائما في اثار انهم يكونوا باقل تكلفة ويكونوا باقل مجهود فانتهلوا ديما في صحيحات ديالنا ودايما انتهلوا في رسنا ولكن نعتنيو به بالاشياء اللي متوفر عدنا والاشياء الموجودة عدنا ومنطول شي عليكم كتر ومشو باش نتعرفوه المكونات الوصفة طريقة التحضير ديالها وطريقة الاستخدام والاستعمال ديالها فكيما قلنا اول مكوين ان شاء الله غادي نحتاجوا لي فاضلة غسيت غادي نحتاجوا الحمد او لا عسير الليمون غنس حمده ممكن تاخذي حمده على حسب غادي تحتاجي معي ان شاء الله اليوغورت طبيعي من الاحسن يكون طبيعي اي بدون نكه وبدون سكر غادي تحتاجي معي واحد المعلقة كبيرة ديال الشوفان ممكن تعوضيها بالاروز بودرة إلا ما توفرش عندك الشوفان غادي تحتاجي معي ان شاء الله الحليب نيدو ولا الحليب المجفف غادي تحتاجي معي ان شاء الله للمايزينة او لزهرة الدورة هادو هما المقادر فقط يعني اشياء بسيطة ولله الحمد رخيصة في المتناول ديال جميع يعني اي سيدة ممكن تعمل هاد الوصفة في البيت دياله ولا في المنزل ديالها تعمل هاد الوصفة وتجربها وتكتب لي في تعاليق يعني في ليكو مونتغ في الاسفل كيف اجدت هالوصفة لابناتي لكنتو عريسات يعني مقابلين على زواج مقابلين على يعني حياة زوجية فبليز عملي لي هاد الوصفة رغا تخليك تحفة تحفو وتخلي ليك الجسم ديالك موحد اللون دياله حتى وإن كان مثلا يعني مافيش سواد أو مافيش تسبوغات وعندك اللون غير موحد فعملي لي هاد الوصفة كتوحد ليك اللون كتساعدك على أنه البشرة تصفل واحد درجة ما تصوروهاش أنا صراحة هاد الوصفة مبين الوصفتي المفضلة اللي كان عملها عندي عدة وصفات صراحة ولكن هادي من المفضلات ديالي لتبييد الجسم كان عملها قبل ما مشي الحمام كان عملها قبل ما دخلدوش غير في البيت ديالي ولا في المنزل ديالي يعني تحفو رائع جدا والناس اللي عندهم بشرة حساسة فممكن تعويض عسر الليمون أو العسر الحمض بالماء ديال الورد لانو كان بعض النساء عندهم حساسية من الحمض ما يقدروش يستخدموه الجسم ديالهم يعني مني كي يستخدموه كي يحسو بوحد كي ما كنقولو احنا وحد الحرق خفيف في الجسم فهذا دليل على أنه كي عندك حساسية من الحمض باش تجنبيه أو ضيه بالماء ديال الورد حتى هو كيفتح وكبيض وكيساعد على علاج تسبوغات وتوكي وحد لو البشرة فدا بغادي ندوز معاكم الطريقة تحضير هاد الوصفة هادي بسم الله على بركة الله هاد الوصفة الناس رهات تحفة وغزايا لو ان شاء الله انفو غدي تجرب بها غدي تشكريني عليها فغاد ينضيف معي القديل الحليب المجفف معجوج مع القديل الشوفان كما قدنا ممكن تعوضه لي بالروز بودرة موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 في الوصفات الطبيعية للجسم والمناطق الحساسة شاركوا هذا الفيديو مع الناس باش يستفدوا ان شاء الله بعد ما تطبقها بهذا الشكل تجعلها حتى تنشف تاخذ لك الوقت 4 ساعة و 20 دقيقة من بعد تغسلي تغسلي الجسم و ترتبيه بأي كريم بأي زيت توفر عندك المهم دي ما ترتب باش علاج باش هكذا ما تعديش شخوخة مبكيرة و ما تعرضيش ايضا حتى السواد لانو الاغلبية ديال السيدات كتتعرضوا يعني الشيخوخة المبكيرة لابو ديالهم كتب دطرها البوحدة يعني كيولو فيها ترهولات ما كتبقاش مشدودة كيولو فيها تسبغات كيولو فيها يعني تشققات خطوط بيضاء حمراء يعني هذا المشاكل كاملة باش نتفادهو دائما نرتبو الجسم ديالنا بأي كريم توفر عندنا غير بكريمت 5 درام غير بكريمت 10 درام مهم نرتبو و ما نقولوش حتى انا ناخدو كريم مخصص الجسم عاد نرتبو لانو لا بقينا بحلكة رما غاديش نرتبو الجسم ديالنا والجسم ديالنا خصو ترتيب كل يوم ضروري من الترتيب البنات خصوصا في هاد الفترة ديالشتا كتتعرض لبشرة ديالنا اكتر الجافاف اكتر فاكتر فاكتر فضروري من الترتيب وكانت هدي هي الوصفة اليوم السحرية والرائعة غتشكروني عليها بعد ما تنشوف البنات حاولوا مني تبغي وتغسلوا عملوا لها هاد طريقة هاد يعني فركوها عا تغسلوها البنات جربوها بليز 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 في القريب العجيل على ضمانتي بخصوص التبييد سحرية للغاية نتمنى اي سيدة تشارك هاد الفيديو مع صديقاتها مع حبيباتها لتعمل فائدة للجميع لانو هاد الوصفة هادي تسهل تسهل انكم تبغت اجيوها مع الناس العزاز مع الناس الحباب بحالكم بحال وجوهكم وما تنسونيش حبيباتي باللايكات الدعوات الديلكم باش ان شاء الله نجيكم دائما بالجديد في اطار الوصفة الطبيعية لدائما مجربة ومضمونة وباقل تكلفة وباقل مجهود شكرا لكم ملاحظ نتسبحكم لهاد الفيديو ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله